قدت ألمانيا تحفظها على مشروع طريق الحرير الذي طرحته الصين في قمة الحزام والطريق بيبيجين مشتريطة تقديم ضمانات لحرية التجارة والمنافسة الشريفة وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية بريجيت زيبريس أشارت في تصريحات صحفية إلى أن بلادها لن توقع البيانة المشتركة لمبادرة الحزام والطريق إذا لم تحصل على الضمانات المطلوبة وفي هذا الإطار عبر بعض الدولماسيين الغربيين عن تحفظهم بإشان القمة ومشروع طريق الحرير الصينية مشيرين إلى أنها محاولة من بيجين لزيادة نفوذها عالميا من جانبها رفضت الصين الانتقادات الموجهة لمبادرتها وللقمة وقالت إن المشروع مفتوح أمام الجميع وهو مربح لكل الأطراف ويهدف إلى إشاعة الرفاهية ترجمة نانسي قنقر